موسيقى موسيقى نشرة الأخبار نقدمها لكم من شاشة الفجيرة نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبداية دائما بالعنوي موسيقى رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنؤون الحاكمة العامة لغرنادا بذكر استقلال بلادها موسيقى موسيقى منصور بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم موسيقى البواردي يلتقي سفير اليابان ويبحث معه علاقات الصداقة موسيقى موسيقى أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة لفخامة سيسيلا جريناد الحاكمة العامة لجرينادا وذلك بمناسبة ذكر استقلال بلادها كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين تهنئة مماثلتين إلى فخامة سيسيلا جرينادا وأبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان برقيتين تهنئة مماثلتين إلى الدكتور كيث ماتشل رئيس وزراء جرينادا استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يوم أمس في قصر الوطن معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وجرى خلال اللقاء بحث برامج وخطة تطوير لاتحاد الأسيوي والارتقاء بمسيرة كرة القدم في المنطقة كما استعرض الجانبان الدور الريادي للإمارات في دعم المبادرات الكروية على المستويين الأسيوي والدولي وأشهد سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان بدور الاتحاد الأسيوي وجهوده في تطوير رياضة كرة القدم منوها بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم المبادرات الرياضية المحلية والدولية افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح أمس المؤتمر الدولي العاشر لطلبة طب الأسنان بجامعة الشارقة ويحمل المؤتمر الذي يعقد في الكليات الطبية بجامعة الشارقة شعار عقد من الإلهام في مجال طب الأسنان وتنظمه رابط طلب الطب الأسنان في الجامعة بمشاركة حضورية وافتراضية لما يقارب من 500 طالب من أطباء الأسنان يمثلون 20 جامعة من 20 دولة حول العالم ويهدف المؤتمر إلى خلق منصة حوارية تضم نقبة من الأطباء والمتخصصين في مجال طب الأسنان لتحدث عن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وما يتعلق به بالإضافة إلى تسليط الضوء على التكنولوجيا المعتمدة والمستخدمة في المستشفى الجامعي لطب الأسنان في جامعة الشارقة استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه بوزارة الدفاع يوم أمس سعادة أكيو إيثوماتا سفير اليابان لدى الدولة بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباطها ومسؤوليها والوفد المرافق للضيفة وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك وسبل تعزيزها لخدمة مصالح البلدين الصديقين وتلبية رؤية وتطلعات الحكومتين وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني أرميثي أرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه اليوم الفريق أول كينيث ماكنازي قائد القيادة المركزية الأمريكية وبحث معالي والمسؤول العسكري الأمريكي خلال اللقاء علاقات التعاون والتنصيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية العسكرية كما تناول الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك افتتح اللواء الركن فيصل محمد الشحي قائد الإمداد المشترك بوزارة الدفاع يوم أمس مستودعات سلاح الخدمات الطبية ومشروع الرجل الألي بمدينة زايد العسكرية والذي يغطي احتياجات الوحدات الطبية المتواجدة في المدينة استمع قائد الإمداد المشترك بوزارة الدفاع خلال الجولة إلى شرح حول مهام وواجبات مستودعات سلاح الخدمات الطبية التي تعتبر من أهم وحدات الدعم والإسند الفني لسلاح الخدمات الطبية في وقت العمليات والسلم كما استمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل الرجل الآلي وطريقة التشغيل الخاص به الذي يعتبر نظاما تخزينيا متطورا للمواد الطبية يقوم على الذكاء الاصطناعي علما بأن إدارته تتم بالكامل من قبل الكادر المواطن لمنتسب وزارة الدفاع انطلقت يوم أمس فعالية النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة والذي ينظمه مركز الشباب العربي بمشاركة خمسين شابا وشابة من المواهب الإعلامية العربية الواعدة من سبع عشرة دولة عربية حضر انطلاق الفعاليات في مقر مركز الشباب في دبي مع علي شامة بن تسهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي وسعادة سعيد النظري الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في مركز الشباب العربي وانطلقت فعاليات البرنامج التي تستمر أسبوعين مكثفين من ورش العمل والدورات واللقاءات مع نخبة من الشخصيات الإعلامية وصناع القرار في المنطقة بورشة تدريبية مقدمة من مؤسسة توماسون رويترز لتدريب المشاركين على صناعة القصة في الإعلام الحديث والسرد القصصي واختيار المحتوى المناسب للجمهور نظمت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات الذراع التعليمية لنماء للارتقاء بالمرأة زيارة ميدانية لمنتسبات برنامج بادري لريادة الأعمال إلى مؤسسة الشارقة للفنون اطلعنا من خلالها على مشاريع المؤسسة الريادية والبيئة الإبداعية التي تحتضنها والتقت المنتسبات خلال الزيارة بشيخ نوار القاسمي مديرة مؤسسة الشارقة للفنون وفريق عمل المؤسسة حيث قمنا بعرض أفكار مشاريعهن وتعرفنا على طبيعة العمل في قطاع الفنون كما اطلعت المنتسبات على أحدث مشاريع مؤسسة الشارقة للفنون ودورها في ترسيخ الإبداع كواحد من محطات ريادة الأعمال في الإمارة والبرامج الداعمة التي تمنحها المؤسسة للفنانين في تطوير مشاريعهم والترويج لها ودوراتها المؤثرة في الارتقاء بالنشاط الفني داخل إمارة الشارقة وخارجها وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس مذكرة تفاهم مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحكومة الرشيقة والتعليم والبحوث والتدريب التنفيذي والحوكمة وذلك في جناح الهند بمعرض اكسبو 2020 دبي وبموجب المذكرة ستكون كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية جزءا من شبكة كوين الأكاديمية والخاصة بالشركة التي تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة من خلال منصاتها للابتكار وكجزء من التعاون يقدم الجانبان منحا دراسية لتمكين تبادل المعرفة بين الحكومة والقطاع الخاص هذا التعاون يجسد توجه يكسبو نحو تجميع العقول وصناعة المستقبل الهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون في مجال تبادل المعرفة بين المؤسستين خصوصا في مجال الابتكار وإدارة الابتكار بحيث أن يوجد كريد محمد بن راشد ماجستير إدارة الابتكار وعدد مطلبة لدرسون هذا الماجستير فتعزيز هذا الماجستير ببعض الممارسات العملية في مجال الابتكار وهذا الهدف من الاتفاقية بالإضافة إلى تعاون في المجال البحثي ومجالات كثيرة فالهدف هو خدمة المستقبل وخدمة مستقبل الطلبة إن شاء الله من خلال أفكار جديدة تحاكي المستقبل وجود ماجستير لإدارة الابتكار في كريد محمد بن راشد وهذا الماجستير في عدد من الطلبة وأغلب عدد الطلبة الموجودين هم ممظفين في حكومة الإمارات التعاون هذا بينه بين المؤسسات اللي لديها خدمة الاستشارات والاستشارات في مجال الابتكار يعزز المحتوى التطبيقي في البرنامج فكثير من الممارسات بتكون موجودة في البرنامج بينعطا كثير من الحالات الدراسية إلى الطلبة لتعزيز معرفتهم في جانب الابتكار وخصوصا الجانب الابتكار المرتبط بالتقنيات وتقنيات المستقبل طبعا عدد الطلبة اللي موجودين في البرنامج سواء كان الطلبة الحاليين أو اللي يتخرجوا بس الطلبة الحاليين بيكون تركيز عليهم في المستقبل من ضمن المواد التدريسية بيتم إدخال تطبيقات عملية في مجال الابتكار يأتي تنظيم فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تعزيزا للمكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها دبي في مجال التنقل الذكي والمستدام والبنية التحتية الحديثة والتي تواكب النمو السكاني المطرد والتطور السريع الذي تشهده الإمارة على مختلف الأصعدة كاميرا الأخبار زارت المعرض وأعدت التقرير التالي انتلقت يوم الأحد الماضي في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدور الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل لاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 من تنظيم هيئة الترق والمواصلات بدبي بالشراكة والتعاون مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بمشاركة 73 متحدثا من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة فيما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة حول العالم على هامش المؤتمر عندنا مشاركات من شركات عالمية في مجال النقل وعندنا مشاركات الهيئة في المعرض المصاحب لهذا المؤتمر من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة والمستقبلية في مجال التنقل عندنا الحافلات الكهربائية وخطة الهيئة وخطة إمارة دبي في توظيفها النوعية من الحافلات عندنا وسائل النقل المشتركة مثل السكوتر الكهربائي وموفر تجربة المتعامل لإستخدامها النوعية من الوسائل وعرفهم بخارطة الطريق وخطة الهيئة في توفير هذه الوسيلة على المستوى إمارة دبي وأيضا البنية التحتية المصاحبة للاستخدام الآمن لهذا النوعية من الوسائل عندنا خطة متكاملة لاستغلال البيانات الضخمة ونتكلم عن اليوسكيس وقصص النجاح التي استخدمتها الهيئة ومن بعد الجائحة في عمليات تطوير شبكة النقل وتحديدا شبكة الحافلات وكيف نستغلها النوعية من البيانات بحيث يتم عملية التطوير المستمر لشبكة النقل على مستوى إمارة دبي بالإضافة لعدد من التقنيات التي هي معنية بإدارة أيضا ومراقبة حركة النقل على مستوى إمارة البي اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد والتي تشمل فرض تعرف قدرها 25 فلسا على أكياس نقل البضائع وحدية الاستخدام فقط وسيتم بموجة بالسياسة المعتمدة إطلاق حملة توعوية شاملة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص بهذا الخصوص وذلك بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية ويبدأ فرض التعرف على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من أول يوليو من العام 2022 في جميع المتاجر في دبي كمرحلة أولى وإلى الحدث العالمي أكسبو حيث نظمت بين جنبته وزارة الاستثمار السعودية يوم أمس بمركز دبي للمعارضة منتدى استثمر في السعودية تحت شعار الاستثمار في جودة الحياة لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة بالمملكة كالتعليمي، الثقافة والسياحة، الرياضة، الترفيه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفاصيل أوفى من خلال التقرير التالي بمشاركة ممثل عدد من الجهات الحكومية السعودية شهدت أعمال منتدى استثمر في السعودية جلسات متنوعة صالة ضده أعلى الفرص الاستثمارية بمجالات التعليم وتطوير القدرات وتنميتها والاتصالات، تقنية المعلومات، السياحة، الترفيه والرياضة والثقافة وتضمن المنتدى عروضا مرئية وشلسات نقاش حول الفرص الاستثمارية والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين في عدد من القطاعات بهدف بناء شراكة استراتيجية تسام في زيادة الاستثمار السعودي والأجنبي ورفع الوعي بالإصلاحات الهيكلية في المملكة في ظل ما تمتلكه من إرث حضاري ثقافي وموارد بشرية وبنية رقمية متطورة وبيئة أعمال محفزة للرياضة والابتكار وفق رؤية المملكة 2030 هذا وتناول المنتدى نمو المتزيد الذي يشهد القطاع السياحي محليا وعالميا ودور القطاع الخاص في المشاركة بمشاريع البنية التحتية وكذلك جهود المملكة في التحول إلى مقصد سياحي عالمي بحلول 2030 ونبقى في إكسبو حيث احتفلت جمهورية موزنبيق أمس بيومها الوطني الفخري بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي ومعالي كارلوس روزاريو رئيس وزراء موزنبيق حيث أقيمت مراسم رفع العالم في ساحة الوصل إلى جانب فعاليات عكست ثقافة هذه الدولة الأفريقية العريقة كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي ورافقه معالي الشيخ شخبوب بن نهيان النهيان وزير دولة في استقبال معالي كارلوس اغوستينيو دوريزاريو رئيس وزراء موزنبيق الذي حضر إلى مقر الحدث الدولي ليشهد احتفال بلاده بيومها الوطني الفخري ثم توجه الحضور إلى مركز الاحتفال تحت قبة صاحة الوصلح حيث قيمة المراسم الرسمية لرفع العالم على منصة الأمم وعصف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موزنبيق وفي كلمة الترحبية شرى معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان إلى اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقة الثنائية المزداهرة التي تربطها بموزنبيق والشراكات الفاعلة بين البلدين في جانبي التعليم وتطوير المشروعات معربا عن اعتقاده بأن مشاركة موزنبيق في اكسو توني توني دبي تحمل فطياتها فرصا كبيرة لمواصلة التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة من ناحية هي أشار معالي رئيس وزراء موزنبيق إلى الرؤية المشتركة بين كل من جمهورية موزنبيق ودولة الإمارات حول الحاجة إلى دعم حثيث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة هذا وتضمن الحفل عروضا فنية عكست الأصول متعددة الثقافات لموزنبيق حيث قدمت لوحات من مزيج موسيقي ورقص تقليدي وعصري تابعها جمهور اكسو توني توني دبي ليتعرفوا على ثقافات جديدة من جنوب إفريقيا الغني بالتنوع رياضيا وتعزيزا لرفع مستوى الوعي بأهمية الممارسة الرياضية وتشجيعا على غرس المفاهيم الإيجابية في هذا الجانب أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عن إطلاق مشروع أكتف هب وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي شركة بالمز الرياضية بهدف تفعيل استغلال المرافق الرياضية المتوفرة في عشرين مدرسة بإمارة أبو ظبي والاستفادة منها بعد الدوام الرسمي من قبل الطلبة والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع على مدار العام وذلك اعتبارا من الرابع عشر من فبراير الجارية التفاصيل من خلال هذا التقرير الإعلان عن مبادرة أكتف هب هذه المبادرة التي تساهم في تحقيق رؤية مجلس أبو ظبي الرياضي بجعل الرياضة أسلوب حياة لأفراد المجتمع المبادرة هذه هي جعل المدارس في الفترة المسائية كأندية مجتمعية لكافة أفراد المجتمع ستكون في المرحلة الأولى إن شاء الله افتتاح عشرين مدرسة لكافة أفراد المجتمع من خلالها يمكنهم ممارسة الرياضة في هذه المدارس وخاصة أن المباني اليوم الموجودة الحمد لله فيها منشآت رياضية على أعلى مستوى سيكون هناك مجموعة كبيرة من الأنشطة الرياضية التي تقدم لكافة أفراد المجتمع وتساعد جميع أفراد المجتمع لممارسة الرياضة بكافة الأعمار السنية الموجودة اليوم هناك شركاء رئيسيين لنجاح هذا المشروع وهذه المبادرة مؤسسة الإمارات للتعليم أيضا دائرة التعليم والمعرفة شركين أساسيين مع مجلس أبو ظبي الرياضي لنجاح هذه المبادرة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتدعم المشروع هذا إن شاء الله في عدة نواحي بحيث أننا وفرنا المباني المدرسية للاستخدامات المجتمعية المباني المدرسية أصلا كانت مصممة لمثل هذه المبادرات بحيث أنها تستقبل أفراد المجتمع من خلال عدة مشاريع بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي ومع مؤسسات أخرى دعمنا للمشروع هذا إن شاء الله سيكون من خلال توفير الكادر التعليمي الذي في المدرس كمتطوعين أو كعاملين لدعم هذا المشروع وأيضا من خلال عملية التسويق من خلال المنصات المتوفرة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي رح يكون في تسويق للمبادرة هذه لأولياء الأمور وللطلاب للمشاركة في الأكتف حب ونبقى مع الرياضة حيث أقيم يوم أمس سباق عام الخمسين للهواة الإماراتية ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتوجت المتسابقة فرح المري من فريق ياسي باللقب ذلك للمرة الثانية في مسيرتها بعدما كانت قد توجت بلقب النسخة الأولى من سباق السيدات الهواة كما حقق فريق الشعفار جميرة المركز الأول على صعيد ترتيب الفرق الإجمالي في السباق وأقيم السباق لمسافة 108 كم في منطقة سيح السلم في محمية المرموم التي اعتمادتها اللجنة المنظمة لأول مرة وتعد المسافة الأطول لسباق الهواة الإماراتيات حيث كانت في النسخة الأولى لسباق الإماراتيات الهواة 47 كم وفي النسخة الثانية 74 كم لترتفع وتصل إلى 108 كم في النسخة الثالثة نشرتنا مستمرة معكم ونقرأ فيها أيضا البرلمان العراقي يلغي تصويتا لانتخابات رئيس الجمهورية ضمانات أمنية فرنسية لروسيا وبوتين يمكن أن تشكل حلا أهلا بكم والبداية من السودان حيث خرجت أمس تظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن أخرى ترفع المطالب والشعارات المطالبة بالحكم المدني ومحاسبة المتسببين في قتل المتظاهرين خلال الأشهر الماضية في ظل الاحتجاجات المستمرة منذ قرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان التي أبعد بموجبها المدنيون من الحكومة الانتقالية وحدد المتظاهرون القصر الرئاسي وجهة لهم لكن القوات الأمنية دائما ما تحول بينهم والوصول إلى مقر الرئاسة وفي مشهد بات مألوف دخل المتظاهرون في عمليات كر وفر مع قوات الأمنة التي أحكمت توقعها على منطقة وسط الخرطوم وإلى العراق حيث ألغى البرلمان العراقي تصويتا لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر ثمانية وخمسون عضوا فقط من أصل ثلاثمائة وتسعة وعشرين وهو أقل من النصاب القانوني اللازم الذي يبلغ الثلثين لاختيار رئيس جديد للبلاد وقال النائب مشعان الجبوري إن غالبية القوى السياسية قاطعت الجلسة بسبب عدم وجود اتفاق حول منصب الرئيس بين بعض الكتل مضيفا أن البرلمان سينعقد الانتخاب الرئيس حال التوصل إلى اتفاق وقال عدد كبير من النواب أول أمس إنهم سيقاطعون الإجراءات بعد أن علقت المحكمة العليا ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد وإلى تدعيات الأزمة الأوكرانية حيث قال الرئيس الروسيف لديمير بوتين إن بعضا من مقترحات نظيره الفرنسي إيمانون ماكرون للنزع فاتيل الأزمة بين روسيا والغرب فيما لف أوكرانيا يمكن أن تسهم في حل حالة الأزمة وذلك إثر لقاء بين الرجلين في موسكو استمر أكثر من خمس ساعات وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون قال إن بعضا من هذه الأفكار هذه المقترحات يمكن أن تشكل أساسا لإحراز تقدم مشترك معتبرا في المقابل أنه من السابق لأوانه الخوض علنا في هذه المقترحات وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن من موسكو أمس الأثنين أنه اقترح على بوتين بناء ضمنات أمنية ملموسة لكل الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية وقال ماكرون إن الرئيس بوتين أكد لي استعداده للالتزام بهذا المنطق وبرغبته في الحفاظ على الاستقرار على وحدة أراضي أوكرانيا وقد وصف الرئيس الروسي محادثاته مع نظيره الفرنسي في الكرملين بأنها مفيدة وموضوعية وجادة وقال إن بعض أفكار ماكرون يمكن أن تشكل أساسا لمزيد من الخطوات المشتركة وفي ذات السياق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن غزو روسيا لأوكرانيا سيعني نهاية خط أنبيب الغز الألماني الروسي المثير للجدل نورد ستريم 2 وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض أمس الأثنين أنه في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا لن يكون هناك نورد ستريم 2 وسننهي ذلك وفي الوقت نفسه لم يذكر شولتس نورد ستريم 2 بالإسم مشددا مرة أخرى على أن العقوبات المحتملة في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا قد تم إعدادها بشكل مكثف وأن جزءا من هذه العملية عدم تسمية كل شيء من أجل عدم الكشف عن جميع الخطط لموسكو مسبقا لكن شولتس وعدا بأن ألمانيا ستتصرف بالاتفاق الكامل حول العقوبات والشركاء عبر الأطلسي متحدون بشأن هذه المسألة شيع ظهر أمس الاثنين جثمان الطفل المغربي ريان الذي تابع العالم قصته وهزت مشاعره ووري جثمانه أثر بعد أداء صلاة الجنازة عليه والتي استغرقت لحظات في مسقط رأسه بقرية إغران شمال المغرب وودع المشيعون الطفل الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام بعد صلاة الظر في ساحة هيئت لهذا الغرض منذ صباح يوم التشيع في محيط مقبرة الزاوية غير البعيدة عن القرية والتي شدت إليها أنظار العالم لأيام أملا في إخراج الطفل حيا دون أن يصدر بعد أي بيان رسمي حول نتائج التشريح الطبي فيما أغلقت السلطات صباح الاثنين الطرق المؤدية إلى المقبرة الواقعة واستغابة في هذه المنطقة الجبلية الفقيرة تفاديا لتوافد أعداد هائلة من المشيعين ختام هذه النشرة دمتم في أمان الله المترجمات لكثير من الاشتراك في قرية